لازمنا في زاوية الفن ولكن الفن التشكيلي هو لدائما يسحرنا من خلال الأشخاص الذين يقدمون أعمالهم الفنية بطرق فنية مختلفة وأيضا ممكن أنها تسحرنا بإبداعاتهم وأفكار ممكن يطرحوها الفنون بشكل عام هي حالة ثقافية ممكن تعبر عن المخزون الثقافي لأمة من الأمم بحيث تشكل الفنون الهوية الخاصة بهذه الأمة فكل أمة لها فن يميزها عن غيرها نحن اليوم في وطن العربي لنا أيضا فننا الخاص ضفتنا اليوم فنانة اختارت بصمتها الخاصة وشقت طريقها بتميز ونجاح الفنانة التشكيلية المعاصرة دينا خطعا أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحة شو نورتين دينا بالبداية مثل ما ذكرت يعني الفن التشكيلي واسع واليوم نحن نشهد في دولة الإمارات تنوع كبير في هذا الفن وإقبال كبير أيضا عليهم قبل يعني كثير من الجنسيات وفنانين تشكيليين وصلوا إلى أعدادها إلى في الدولة كل منهم يقدم بصمة الخاصة كل منها يقدم هوية الخاصة اليوم الهوية الخاصة في دينا أبا أعرف عنها شوي نتكلم شوي عن الفن الخاص فيك يعني كدينة شكرا أولا استضافتي في برنامكم الجميل طبعا الفن التشكيلي في الإمارات أنا أتكلم في الإمارات بالأخص انتشر عن أماكن تانية في الوطن العربي يكونها دولة متحضرة وراقية كل ما يزيد المستوى الرقية في المجتمع كل ما يزيد اهتمامهم بالفنون بشكل عام والفنون التشكيلي بكونها هي الفنون المعاصرة وهي اللي عليها تسليط الدوق حاليا بصمة الفنان أكيد كل الفنان لي بصمته وليه أهدافه أنا بالنسبة لي أنا كدينة خطعا أنا متميزة في فن الرسم بإيبوكسي مادة إيبوكسي وهي مادة صمغية نخلط بها الألوان وبنعمل بها تدخلات ألوان معينة وبتدي فينش أو شكل نهائي لامع وجذاب وأعتقد دي يعني دادة خصوصي وأنا كمان كوني مصممة ديكورات ما شاء الله متنوعة شكرا فبحب أدخل كمان أمزج ما بين الرسم بمادة الإيبوكسي في الديكورات الحديثة زي استخدام الطولات الحوائط الأرضيات وما إلى ذلك نحن اليوم خلنا ناخذ الشق الأول هو الفن يتشكيلي لدينا في مثلا الفنان عنده لوحة هذه اللوحة يعبر على كل شيء يشعر فيه كل شيء يحسه كل شيء يشوفه في هذه السنتيمترات القليلة ما بين بعضها البعض فكيف اليوم أن الفنان يقدر يوصل هذه المشاعر هذه الأحاسيس بهذه اللوحة الممكن تكون قصيرة المدى أو صغيرة الحجب وهذا الشيء ممكن فعليا أنه يوصله ويوصله حتى كل الناس الفنان شخص كإنسان خلق ربنا زي أي إنسان آخر بيمر بمصاعب الحياة ومتعبها وقلقها وبيمر بجمال الحياة الفنان الموهوب فقط هو الفنان الذي يوصل مشاعره وأحاسيسه من خلال عمله الفني سواء كان لوحة سواء كان تمثال أو قصيدة وما إلى ذلك فببساطة يعني هو بيطلع بشكل معين في أساليب تقليدية وفي أساليب مختلفة شوي بيختارها الفنان هذا اللي بيفرق الفنان المهوب والمهوب أكثر موهبة الفنان المهوب يستخدم الأساليب المحترف صح تمام يعني كلمة ممتازة للمحترف إنه الفنان المهوب يستخدم الأساليب التقليدية مثلألوان درجتها صخنة بردة عمقها شفافيتها بيستخدم الаничatif اسبعيس المساحة السلبية في اللوحة وبهذا لي تأثير كبير جدا في يعني شوال النيجيتاف اسبعيس اللي بتكون بي توفظي يكون فاضي. يعني أنا مثلا أخد لوحة مثلا وأخد في الثلثة الأخيرة. ممكن أن تشكل نيجيتف يعني سبايس إنه ممكن. لا لا هو ملهوش علاقة بالنجاتيفتي أو بالسلبية ولكن هو بيسمى نيجيتف سبايس يعني ده السبايس الفاضي الفاضي في اللوحة ويتعبر عنه أو يتفهم معناه لازم يتشاف بقية اللوحة ويتقاس يعني الموضوع كله توازن يعني ممكن لوحة تكون معظمها فاضي وعلى جزء أخيري أو في جزء معين في أشياء كثيرة بتحصل في اللوحة ده بتدي إحساس معين فدي نيجيتف سبايس واحدة من الأشياء اللي ممكن تستخدم طبعا كمان الفينش بتاع اللوحة أو الشكل النهائي إذا كان لامع إذا كان خشن في عمق ثري دي ثلاث الأبعاد فده دي بعد الأسلوب تقليد مدارس صراحة يعني مدارس الفني تشكيلي بس دي يعني الأسلوب التقليدية لكل الفنانين بجميع أشكالهم سواء يعني تقليدي أو معاصر أو 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 بيستخدمها الفنان المحترف زي زي محضرتك قلتي الفنان المحترف هو بيبتكر ويختار أساليب جديدة من فنه ومن جواه هو هو يبين بالزبط هذا اللي أنا ذكرت يعني إن الإنسان اللي هو الفنان اليوم يوم يستشعر شيء يوصل من خلال هذه اللوحة فهنا تبدأ الاحترافية ويبدأ الإبتكار والإبداع وهذا اللي نحن يعني نبافع لها من خلال الفن التشكيلي ممكن كثير مننا يشوف لوحة ما يفهم شو معناها أو شو ديتيلز اللي داخلها لكن يوم يكون مثلا عدالي صاحب اللوحة أو أكون أنا عارفة قصة اللوحة أنذهل في طريقة دبلجة القصة أو طريقة دمج الأفكار مع بعضها البعض صحيح فأكيد لتش بصمة خاصة يعني يوم أنا أشوف اللوحة عارف أنها حق دينا فشو بصمتتش فعلياً الخاصة في تفكي اللوحة؟ أنا بصمتي أو هدفي البسيط هو أن الشخص المستقبل أو الجمهور يبص على اللوحة يحس بصفاء نفسي يحس بالإحساس اللي أنا عايزة أوصله من خلال اللوحة سواء كان أحسيس بمتضربة بمشاكل في عمق اللوحة يعني في بعض اللوحاتي بتكون ألوانها غمأة جداً فيها زي ظلال ناس فدي بتعبر عن حاجة وفيه ألوان تانية بتكون فتحة وبهيجة دي بتعبر عن البهجة يعني فالألوان يعني أنا رسم كمان بمادة الإيبوكسي خاصة 80% فيه بيعتمد على خلط الألوان شو رسم بمادة الإيبوكسي؟ الخطوة الأولى هي طبعاً رسم معاصر يعني نكاد نكون لسه بدئين فيه في الوطن العربي يعني حديث الولادة في الوطن العربي منتشر أكتر في أستراليا وبريطانيا هو نوع من أنواع الفلود آرت أو الرسم السائل نخلط الألوان أو الطلقات بتخلط مع مادة اسمها مادة الإيبوكسي وهي مادة صمغية وبيزود عليها مذيبات عضوية بحيث الرسم يكون سائل بيكون في حركة كتير يعني بيميز الحركة حركة الفنان بتكون جزء كبير من اللوحة من اللوحة ممكن كما تشوفيها في اللوحة تشوفي حركة الفنان في اللوحة الفنان التقليدي بيمسك فرشة صح؟ لكن الفن رسم الإيبوكسي ما بيمسك فرشة هو هو اللي بيتحرك هو بيصب الألوان بأكواب باستخدم مثلا أعواد خشبية وبتيجي المرحلة الأخيرة وهي تكون تسليط لهب ناري مباشر على اللوحة نفسها حتى يكون بارز عشان يكون بارز وتشيل الفقعات ويتم تستل يعني ان هو ينشف كمبليتلي ونوع من هذه اللوحات بعد غادي الثمن يعني ممكن يكون في الأسواق لأنه متعب وبياخذ وقت وياك ما أعتقد طبعا هو بياخد كمان تكلفة عالية تكلفة مادة الإيبوكسي نفسها تكلفة عالية جدا ده رقم واحد رقم اثنين وقت الفنان أو بلاش وقت نقول وقته يعني الضغط الفنان بيكون فيه لأن أي رسمة عادية ممكن تعاضي فيها أسبوع شهر سنة ترسمي ما مش هيحصل حاجة لكن رسم مادة الإيبوكسي لازم اللوحة تخلص في أقل من يعني من ساعة لثلاث ساعات على حسب نوع المادة فده بيدي ضغط كبير على الفنان أنه يخلص اللوحة بسرعة وفي نفس الوقات لازم يكون ويلاكس عشان حسيسه تطلع في اللوحة فده طبعا بيغلي سعرها أكيد بلا شك يعني نحن خلال حديثة أنت تكلمين قاعدين نشوف جزء من اللوحات اللي أنتم سويتها والمقدمتها ما شاء الله يعني تحسين فيه غرابة فعليا مثل ما ذكرتي وتحسين فيه صفاء يعني تأخذين شيء من الطبيعة من الواقع مش بعيدة وايدة يعني عند الخيال والإيماجين في إيبي بعض اللوحات موجود لكن فيه لوحات قريبة من الطبيعة أكثر وهالشي مطلوب وايد في اللوحات لكن نحن تعودنا نشوفها بصور متكررة يعني اليوم نبه فنانين فعليا يتجددوا بالفكرة يعني ممكن نشوف بحر ممكن نشوف يبل ممكن نشوف مثل هذه المعالم الطبيعية لكن بطرق مختلفة مثل ما أنت قاعدة مثل ما نحن شوفنا لوحات شلال اليوم ذكرتي اللي هو الرسم بالمادة الأيبوكسي شو اللي بيميزه أكثر شيء يعني الأيبوكسي عن بقية اللوحات عن بقية الفنون بهذا المجال التحديد هو اللي بيميزه أكتر شيء هو الشكل أو الفنش النهائي اللامع الشفاف اللي يشبه الزجاج بشفافيته بجماله بلمعته بملمسه الناعم طبعا ده شيء يعني معاصر وترندي موجود في كل المحلات محلات الديكورات اللي بتشوفيها يعني وعلشان كده يميل أكتر لأنه هو يكون فن مرتبط كتير بالديكور فده بالنسبة لشفافيته ولمعانه كمان باختلاط الألوان ألوانه مختلطة ممكن تلعبي في اختلاط الألوان بطريقة قوية جدا أنا فني أنا بالذات أنا بحب أكون مميزة أو أزود حاجة عندي تكون متكونش موجودة في بقية الفنانين أو نفس الفن اللي بتعمل في السوق فأنا بضيف طلاء من الذهب الخالص 24 إيرات في بعض لوحاتي طبعا ده بيوثي لوحة جدا وبيديها طابع خاص أكيد بلا شك أكيد من خلال اللوحة نحن نعتمد أحيانا أيضا على اختيار الألوان إذا كنا نبقى نوصل فكرة من اللوحة ما إذا كانت لوحة عشوائية خلنا نقول نبقى نحن فقط ندمج ألوان مع بعض البعض ما منهتم لتناسق الألوان لكن أكيد إذا كان في هناك رسمة معينة تبين توصلين فكرة ممكن هناك يكون اختيار معين لبعض الألوان تبين توصلين من خلال هذه الفكرة فشو على ماذا بيحتمد اختيار الألوان اليوم في اللوحة والله أنا يعني أنا الألوان ده بحر بالنسباني فعلا بحر وتدمجين وتخلطين أعرف يعني صعوبة وايدة صراحة في استخدامه وفي حبي لي أنا لما درستي قزء الألوان كان نظرية الألوان ده بالنسبة لي كنت جايبة فيه يعني أعلى حاجة وهو مرتبة الشرف لأن أنا فعلا أبحرت كتير في أن أنا أفهم استخدام الألوان بتستخدم فين درجاتها إيه طريقة مسج الألوان بس أكتر شيء بيشديني فعلا هي الألوان اللي مش في الطبيعة بتلاقيها ممتزجة مع بعض يعني واصلا أنا في آخر للآخر أعمالي فنية عملت لوحة فيها الأخضر مع اللون الوردي مع الظهبي الثلاث ألوان دول مش بتلاقيهم في العادي في الطبيعة موجودين ومع ذلك بحب أستخدم أشياء مختلفة وأبينها بشكل الناس تقول واو ده لون ألوان جميلة جدا ما تخيلناش أن ممكن الأخضر يمشي مع الظهبي يمشي مع الظهبي يعني بحب أكون الانيوجوال شوية أو مختلفة في اختياراتي للألوان يعني روح صراحة تعارشوا إنه ممكن يكون صعوبة عند الأشخاص عند أي شخص ممكن إنه ينسق ألوان خينقول غريبة مع بعضها وتكون بنفس الوقت جذابة يعني هذا أهم شيء نوصل أيضا كمان لعدة المدارس بالفن التشكيلي يعني إلى أي مدرسة متنتمين ولا ما تعتبرين نفسك متنتمين لمدرسة لنا عادة بإمكان تتخلين أي مدرسة وتأديين الفن فيها لا أعتقد أن أنا مدرسة المعاصرة يعني مية بالمية زمان كنت أرسم الشجرة شجرة والوردة وردة بس بعد سنين وواحد سافر وشاف الناس بقى عنده أحسيس وخلص ما بداش تطلع بأنك ترسميها موجودة في الواقع عشان ترسميها الإحساس ده مش موجود في الواقع عشان ترسميه طب أرسمه إزاي لازم أطلعه بشكل مختلف فمن هنا جنتمائي للمدرسة المعاصرة طبعا يعني متخصصة أكتر في الفن الرسم السائل ولكن أيضا نبرسم لوحات تجريدية ومعاصرة تجريدية بحثة يعني بالفرشة والألوان العادية دينا خات عدنا فنانة تشكيلية كل شكر رأيته وجدته أنا أعطيت العافية شكرا 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 شكرا